أهلا بكم حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجي مساء اليوم الأربعاء الفوز في مستهل مشاركته ببطولة العالم والمقامة في العاصمة الأسبكية تشقند ونجح أبو جاجي في الفوز على اللاعب الكزخستاني تالغات سرمتوف ضمن منافسات وزن 57 إلى 60 كيلو جرام لينتقل إلى دور الستة عشر الذي سيلتقي خلاله مع اللاعب جوني من جمهورية فيجي وهذا هو الانتصار السادس الذي يحققه أحد لعبي المنتخب الوطني في بطولة العالم بعد كل من يوسف عشيش وأحمد الطعيمات وعودي الهنداوي وعباد الكسبة ومحمد لمهيرات قررت إدارة باريس سان جرمان الفرنسي إيقاف الأرجنتيني ليون المسي لمدة أسبوعين بأثر فوري وأجاء القرار بعد سفر ليون المسي إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي وأشارت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية إلى أن الإيقاف سيكون عن المشاركة في المباريات والتدريبات أيضاً كما أن النادي الباريسي لن يدفع راتب مسي خلال تلك الفترة تقام الليلة العديد من المباريات النارية في الملاعب الأوروبية وفي مقدمتها مواجهة منشستر سيتي وويست هام في الدوري الإنجليزي والتي يسعى من خلالها أبناء المدرب بيب جوارديولا لاستعادة الصدارة المزيد في هذا التقرير تقام الليلة العديد من المباريات الحاسمة في الملاعب الأوروبية وفي مقدمتها مواجهة منشستر سيتي مع وويست هام المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويسعى الستي لتحقيق الفوز للانفراد بالصدارة التي يحتلها أرسنال بفارق نقطتين أما ويست هام فإنه يبحث عن الوصول لنتيجة إيجابية تبعده عن مراكز صراع الهروب من الهبوط وفي الدور الإنجليزي أيضا يلتقي ليفربول مع فولهام وسيكون الفوز مهما لزملاء المصر محمد صلاح للاقتراب من المراكز المؤهلة لدور أبطال أوروبا وسيشهد الدور الإسباني مواجهة هامة لأتلاتيكو مادريد الذي يواجه قاديش بطموحات تحقيق الفوز وانتزاع وصافة الترتيب من ريال مادريد أما الدور الإيطالي فإنه سيحمل العديد من المباريات الحاسمة في صراع الوصول لدور أبطال أوروبا حيث سيلتقي فيرونا مع انتر ميلان وروما مع مونزا وميلان مع كريمونيزي ولاتسيو مع ساسولو ويشهد نصف كأس ألمانيا مواجهة شتوتغارت وانتراكت فرانكفورت والتي ستحدد الفريق الذي سيواجه لايبزيغ في المباراة النهائية للبطولة قرر نادي نابولي فتح ستادييغو أرماندو مارادونا مساء الخميس أمام الجماهير لحضور البث المباشر لمباراة الفريق خارج أرضه أمام أودينيزي ويأمل الفريق الأزرق في الفوز بلقب دور الدرجة الأولى الإيطالي وهو الأمر الذي سيدفع الآلاف من جماهيره للقيام برحلة طويلة إلى شمال شرق إيطاليا لحضور المباراة ويحتاج نابولي لنقطة واحدة فقط لحصد لقب الدور الأول منذ 33 عاما حيث يتصدر الترتيب بتسع وسبعين نقطة وبفارق ثماني عشرة نقطة عن أقرب ملاحقه حقق لوس أنجلس ليكرز فوزاً افتتاحياً ثميناً على جولدن ستيت وورييرز بـ 117 نقطة مقابل 112 نقطة في أولى مباريات سلسلة نصف نهاء المنطقة الغربية من دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفي مباراة ثانية ضمن نصف نهاء المنطقة الشرقية سجل جايلين برانسون 30 نقطة ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت بـ 111 نقطة مقابل 105 نقاط وليتعادل في نتيجة السلسلة بفوز لكل منهما تأهل الإسباني كارلوس الكراز إلى الدور نصف النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد فوزه على الروسي كارين خشنوف بواقع مجموعتين دون مقابل فاز اللاعب الإسباني على خشنوف بنتيجة 6-4-7-5 ليصعد الكراز المرشح الأول لحصد اللقب إلى الدور قبل النهائي والذي ستقام منافساته يوم الجمعة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا ساميحة